اشتركوا في القناة والأنف في بعض النماذج ويلبس للسباحة مصنوع من نفس المواد التي تصنع منها ملابس السباحة والغرض منه هو حماية الوجه من أشعة الشمس وفي نفس الوقت الظهور بمظهر ملفت الفيسكيني هو اختراع صيني وقد انتشر في بلد من شائه ومن يدري ربما تتسع شهرته لتشمل باقي دول العالم في المرتبة الرابعة المانبا هذه الصيحة البناتية الغريبة هي يابانية الأصل والصيحة الغريبة عموما ليست غريبة على اليابان المليئة بالغرائب والعجائب ظهرت في أواصل التسعينيات وهي شبهة بصيحة الجانجورو المعروفة في اليابان وكلهما يتميز بصبغ الشعر بلون فاتح كالأبيض والفضي وتلوين كامل الوجه بمواد تجميلية داكنة بنية اللون ليظهر شديد السمر خلافا لمحيط العينين حيث انه يلون بلون فاتح بدأت الصيحة كثورة شبابية على التقاليد اليابانية التي تفضل أن يكون لون البشرة فاتحا ولون الشعر داكنا وغايتها هي مخالفة التقاليد للتميز ولفت الأنظار في المرتبة الثالثة حذاء الجني بدأت هذه الظاهرة في المكسيك وانتشرت في أوصات الشباب وخصوصا في جنوب البلاد هو حذاء شكله عادي لا حد ما باستثناء أن مقدمته ممتدة أكثر من اللازم ويبدو غير عملي يعتقد أن صيحة حذاء الجني بدأت عام 2009 وأصبحت جزءا من ثقافة الموسيقى الإلكترونية في المكسيك فمعظم عشاق ذلك النوع من الموسيقى باتوا يرتدون تلك الأحدية دائما في الحفلات أثناء الرقص على أنغامها انتشار تلك الظاهرة لم يقتصر على المكسيك فحسب بل وصل للولايات المتحدة الجنوبية القريبة من حدود المكسيك حتى الممثلون المكسيكيون شهدوا يرتدون حذاء الجني وهو ما يدل على أن تلك الظاهرة لم تعد مجرد صحة عادية بل باتت جزءا من الثقافة الشعبية للبلد في المرتبة الثانية الميجينجز الميجينجز أو السراويل الضيقة للشبان هي ظاهرة ليست مرتبطة ببلد بعينه فقد ظهرت في عدة بلدان مثل عواصم الموضة المعروفة كطوكيو ولندن وباريس ونيويورك وشعبيتها تزداد لدى الرقصين ومصمم الأزياء وغيرهم منذ فترة ليست ببعيدة كان ارتداء الفثايات للسراويل الضيقة لدرجة تبرز الجسد موضوعا مثيرا للجدل والآن عاد الجدل حول الموضوع ذاته لكن مع الشبان حيث إن كثيرا من الناس يرون أن السراويل الضيقة لا تناسب الذكور أنصار الصيحة يشيرون إلا أن الميجانجاز لطالما كانت موجودة وأن أصولها تعود للقرن الثالث عشر حيث إن الرسومات التاريخية تظهر أن الملوك والنبلاء كانوا يرتدونها خلال الحقبة المعروفة بعصر النهضة الأوروبية لكن الفرق هو أنها لم تكن تعرف بهذا الاسم آنذاك في المرتبة الأولى الهوس بالنازية هوس التشبه بهتلر والنازية عموما اجتاح تايلاند هل من صيحة أزياء أغرب من التشبه بأحد أكثر الأشخاص المسؤولين عن خراب العالم في التاريخ حب هتلر انتشر كثيرا في بانكوك وصوره المطبعة على الملابس ولعب الأطفال ملأت المحالة التجارية حتى إن فرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في المدينة وضعت دوما على شكل هتلر وهو يؤدي التحية النازية بل وهناك دوما محشوة على شكل هتلر ودمية تيلي تابيز على شكله أيضا وقد لقت رواجا كبيرا الخبراء الذين يدرسون هذه الظاهرة يقولون إنها غير مرتبطة بعنصرية عرقية أو معادات للسامية ويرجحون جهل الناس بتاريخ ورمزية الشخص المسؤول عن حرب عالمية خلفت 11 مليون قتيل الشباب في جميع أنحاء العالم يبحثون عن طرق للثورة ويبدو أن تمجيد هتلر والنازيين هي الطريقة المفضلة لدى شباب تايلند للتعبير عن معارضتهم لمبادئ المجتمع إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟